السلام عليكم محبوة عالم الطيران من وقعة حديثة سقوط الطائرة الباكستانية في 22 مايو توجه بعض محقيقين فرنسيين من تولوز من شركة تصنيع الطائرة إيرواش اللي هو نفس نوع الطائرة اللي طاح من المطار كاراتي باش يعينوا الحادث والمطار ويجمعوا الأدلة ويجعلوا التقرير ديالهم حتى هم على سقوط الطائرة وكثر الحادث ومهم جاءوني بعض التعليقات في الإنستغرام علاش فرنسيين مشاومون فرنس راحتان الباكستان باش يحقوا فوحد الحادثة اللي هي ماشي في بلاد ديالهم ومو يمكسرت ديك لأسئلة وبلد ديك الشي بحالي كيصب في تيجا ديك نظرية المؤامرة ودك اللعبات هادو والمهم اليوم غدا نحاول نجاوب على هات السؤال هادا باش نعرفوا شكون اللي كيقرر وعلاش كي تقرر يعني الجيها اللي عادي تعمل التحقيق من اللي كتحشيطي قول ما نكملو في موضوع الحادثة المحققين خدا ندوزو نعرفو بواحد الوكالة اللي هي منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو اختصارا معروفة بايكاو هذه هي وكالة مختصة تابعة للأمم المتحدة تم الإنشاء دياله 1944 من المباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية باش يبدوا الطيران المدني لان هذه الطيرات العسكرية صحيح ما بقعتش الحرب مقصر حل الحرب قال لعودك الكراسة وعملوا طيارات مدنية باش يديو المسافرين ولكن كانوا محتاجين تنظيم الراحلات الجوية فتم إنشاء هذه الوكالة المتخصصة تابعة الأمم المتحدة اللي اسمتها ايكاو وقد تعمل فيها اللغة العربية كما تشوفوا رأيها ثم ايكاو مكتوبة والدول المنظمة هما 193 دولة والعالم تقريبا فيها 195-197 دولة يعني الدور لهذه الوكالة هي معالجة القضايا الدولية يعني تخرج القواعيد وتصوصيات باش كتنظم الطيران الدولي ويعني الحاجة اللي فيها مزينا هي كتتفادى ذلك الخلافات السياسية والحروب يعني الطيران دايما يبقى يبقى يعني بشكل آخر بعيد على السراعة السياسية والإيكاو هي اللي كتصدر بحل اللي قلنا قوانين دولية باش تنظم قطاع للنقل الجولي وهي اللي كتحدد بشكون اللي غادي إذي يعمل التحقيق مليغة تكون شي حادثة شي حادثة محاوديث الطائرة ها علاش أصلا هندرنا على هذا الإيكاو وذبا مليفهمنا شكون ليا الإيكاو ربحل يونيسكوب حل يونيساف يعني يبحل واحد جزء من الأمم المتحدة دبا ندوز نكمل الحادث دينا على التحقيق والفرنسيين اللي مشوا بحقه في الطائرة دينا الحادثة دينا الباكستان احتى نص المدى السعشرين من انتفاقية طائرة المدني الدولي اللي توقعت في شيكاغو لأنه في حالة وقوح حادثة لطائرة تابعة لدولة متعاقدة يعني هنا يا إلا وقعت شيك سيداغ ديالشي الطائرة في دولة من الدول اللي موقعة على اتفاقية الإيكاو ديال 1844 مشيكاغو يعني كت مشير الحساب كت كي وقعت في الحادثة الحساب الملحق الثالث عشر وهذا الملحق هذا كي وضح ما هي الدول التي يمكن أن تشارك في عمليات التحقيق هذا التحقيق الذي نتجت عنه هو وفاة أو إصابات خطيرة أو كث عن خلال فن جاسين في الطائرة أو تسهيلات ملاح الجوية مهم يعني هذا الحادث اللي يكون عنده واحد إصابات خطيرة ولا شي يدف في الطيارة ولا شي وفاة ولا بالنسبة للمسافرين يعني قلب تجري في الدولة التي وقع فيها الحادث فهذا الحالة ديالنا الحادث يقع في باكستان إذا باكستان هي اللي يخصد تصول للتحقيق في الحادث أو لا يمكن الدولة التي لها مصلحة خاصة في الحادث نتيجة الوجود وفايات أو إصابات خطيرة لمواطنها مثل الحادث اللي كان وقع ديال الماليزية من أمستردام من كواللامبور كان تحت في أوكرانيا هولندا دخلت وهي اللي عملت التحقيق لأن أغلبية المسافرين اللي على مزن الرحلة كانوا هولنديين أو لا يمكن الدولة المشاغل دولة المشاغل هي في نفس المثال اللي قدرنا عليه دائما بإمكان ماليزية تسرد المحققين ديالها ماليزية حتى الأوكرانيا باش يحقوا في الحادث رغم أنه وقع في دولة آخرى وكذلك دولة تسجيل من بعد في اللائحة تأتي دولة تسجيل دولة تسجيل هي الدولة اللي المتريكولا ديالها كان في الطيارة نفرض أن مثلا الحادث اللي وقع في أوكرانيا هو ماشي ماليزيا إيرلاين ولكن هي كريق واحد طيارة نفرضه عند واحد شركة مغربية لكيراء الطائرات وبالتالي الطيارة تكون عند المتريكولا ديال المغرب إذا المغرب كان بإمكانه يرسل محققين مغرب بواحدة الأوكرانيا باش يحققوا في الحادث وعليش لأن الطيارة عند المتريكولا دياله وكاين واحد دولة أخرى والجنسية أخرى بإمكانها تحقق في الحادث اللي هي دولة التسميم ودولة الصنع الطائرة اللي تحت في فاكستان هي من نوع إيربيس وإيربيس تتعدل في فرنسا تتعدل لأوروبا إسبانيا أليمانيا فرنسا وإنجلترا ولكن يتم تجمع ديال الطائرة ويعني الرحلة ديال الأولى تكون في فرنسا في تولوز على هيداب شو محققين فرنسيين من الإيربيس من تولوز وهكذا نكون وصلنا نهاية الفيديو ديالنا إلى فيديو قادم إن شاء الله وشكرا ماما ماما